أغلق التجار في سوق السكر وسوق الندى في العاصمة عمان صباح اليوم محالهما تجارية احتجاجا على الحملات العشوائية التي تجريها كوادر أمانة عمان بالتعاون مع الأمن العام ضد المحال والبسطات المقامة أمام محالهم المزيد في هذا التقرير نفذ العشرات من أصحاب المحل التجارية في سوق السكر وسوق الندى وقفة احتجاجية ضد ما وصفوه بالحملات العشوائية من قبل كوادر أمانة عمان على المحل والبسطات المقامة أمام محلهم اعتراضنا الأكبر أنه تجي الحملة بتحمل صاحب المحل وبالظل طالعة وبالتشعة لصاحب المحل بين المحكمة وبين المحافظة وصارت طبعا أكثر من مرة ومرتين وثلاثة وبالحملة عادة يعني بحملونهم عشرين خمس وعشرين واحد وهذا يسبب إعاقة للحركة التجارية بوسط البلد وصار عندنا إحباط إحنا كتجار وسط البلد إحباط رسمي 100% من الحملات الأمنية التجار وأصحاب المحل أكدوا أن البسطات لا تؤثر على حركة السير ولا على المشاه بسبب طبيعة السوق المغلقة استمرار تعديل التوجيهات ففي فترة يتم السماح باستغلال واجهة المحل ضمن القانون وفي اليوم الآخر يمنع استخدامها بالرغم من أن جميع المحل مرخصة مع مداخلها من قبل أمانة عمان على حد تعبيرهم هو عبارة عن سوق شعبي منذ عام 1940 وهذا الموجود المكان منذ 1940 نحن الآن اتخذنا قرار بالإضراب لعدم التعاون لا من قبل الأمانة ولا من قبل الأمن العام ولا من حملات الأمن العام الآن قررنا إغلاق المحلات أو بيعها أو تسليمها لمن هو مسؤول عن هذه المنطقة لكي نخلص من هذا الوضع من عاملين إلى عاطلين عن العمل ومن سوق تراثي إلى سوق مهجور عزت تجار أسبابه القرارات المتخذة إلا أنهم أبدوا استعدادهم لتشتيل لجنة متابعة للتوصل لصيغة توافقية لإعادة فتح المحل التجارية